السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلاب الصف السابع النهاردة ان شاء الله هنعمل المراجعة النهائية للفصل الدراسي الاول تابعوا معنا الشرح بعد الفاصل انا محمود حنفي من قناة تعليم بلا حدود اهلا بكم من جديد طبعا قبل ما نبدأ بالشرح ياليت تدعمونا بان انتم تعملوا لايك للفيديو ولو انت اول مرة تزور القناة ياليت تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان وصلك كل الفيديوهات الجديدة وشارك الفيديو ده مع اصحابك ويلا بينا نبدأ الشرح على طوال السؤال الاول معنا في المراجعة بيقول حوض جميع نواتك فك القوس 3 في 8 ناقص 10 طبعا في البداية لازم افك القوس قبل ما اختار اي اجابة تعالوا نفك مع بعض كده القوس 3 في 8 طبعا اضرب التلاتة دي في القوس كله 3 في 8 ب24 وبعدين 3 نضربها في سالب سين بسالب 3 سين كده الاجابة هي 24 ناقص 30 هل الـ 24 ناقص 30 موجودة طبعا موجودة في الاول هاي 24 ناقص 30 طب هل في اجابات تانية تكون اجابات صحيحة تعالوا نشوف طبعا هو قال لي هنا كلمة جميع ده معناه انه ممكن يكون في اجابة تانية صحيحة المقدار ده لو انا عملت له اعادة ترتيب يعني مثلا السالب 3 سين خليتها تيجي في البداية والـ 24 بالموجب خليتها تيجي في النهاية كده اصبحت سالب 3 سين زائد 24 موجودة برضو هنا سالب 3 سين زائد 24 يبقى اذا في اجابتين هنا الاجابتين صح تعالوا نشوف السؤال اللي بعده اكتب الرمز الصحيح اصغر من او اكبر من بين كل عددين عشريين او كسرين عشريين في كل مما يلي تعالوا نبدأ لعملية المقارنة عملية المقارنة بتبدأ الاول بالعداد الصحيحة الكاملة اللي هي الرقم ده مثلا هنا اربعة وهنا اربعة لانهم طبعا متساويين بعد كده ننظر الى العدد اللي بعده اللي بعد العلامة هنا اثنين من عشرة وهنا خمسة من عشرة طبعا واضح جدا ان الاثنين من عشرة اقل من الخمسة من عشرة يبقى نضع هنا علامة اقل تعالوا نشوف هنا اول رقم معايا هنا ستة وهنا ستة نفس الرقم طب هنا في صفر وهنا في سبعة طبعا السبعة اكبر من الصفر يعني 6.71% هتكون طبعا اكبر من 6.3% هنا طبعا العدد الكامل صفر وهنا صفر بعدين هنا بعد الفصلة فيه هنا صفر وهنا فيه اتنين طبعا الاتنين اكبر من الصفر يبقى نحط علامة اكبر لان السبعة واشين من مية اكبر من 3 من مية اوجد المضاعف المشترك الاصغر ميم ميم صاد لكل زوج من العداد الاتية اول حاجة مثلا معايا التلاتة والخمسة التلاتة والخمسة اعداد اولية وعشان تجيب المضاعف المشترك الاصغر للاعداد الاولية بتضربهم في بعض 3 في 5 و 15 يبقى اذا المضاعف المشترك الاصغر هو 15 انما الستة والتمانية دي عبارة عن اعداد زوجية ممكن نجيب المضاعف المشترك الاصغر بطريقة اخرى ان احنا نجيب مضاعفات الستة يعني 6 و 6 12 12 و 6 18 18 و 6 24 24 و 36 ونجيب ايضا مضاعفات التمانية 8 و 8 16 16 و 8 24 هنلاقي ان المضاعف المشترك الاصغر هو 24 يعني ممكن اكتب الستة والتمانية المضاعف المشترك الاصغر ليهم هو 24 وفيه طريقة اخرى طريقة التحليل الستة هنحللها على الاعداد الاولية يعني نقسمها على الاعداد الاولية ممكن نقسمها على الاتنين يبقى 6 قسم الاتنين بتلاتة وبعد نقسم على التلاتة فيها الواحد وايضا التمانية هنقسمها على الاعداد الاولية هنقسم على الاتنين فيها الاربعة واربعة على الاتنين فيها الاتنين واتنين على الاتنين فيها الواحد هتلاحظ طبعا ان هنا فيه عامل مشترك ده اسمه عامل مشترك اللي ليه الاتنين دي وهتلاقي في ارقام مختلفة يعني التلاتة مختلفة والاتنين والاتنين هنا مختلفين لو انا عايز اجيب المضاعف المشترك الاصغر باخد العامل المشترك مرة واحدة يعني بكتب اتنين وبعدين الحاجات المختلفة اللي هي التلاتة والاتنين والاتنين يتضربوا عادي جدا تلاتة هنا اتنين وهنا اتنين ونطلع الناتج اتنين في تلاتة بستة ستة في اتنين باثناشر اتناشر في اتنين باثناشر فطلع الاجابة اربعة وعشرين في اسلوب اخر نعم في اسلوب اخر الستة هي اتنين في تلاتة طب والتمانية هي اتنين تلات مرات يعني اتنين قص تلاتة عشان اجيب المضاعف المشترك الاصغر باخد العدد باكبر قص يعني مثلا هنا اتنين قص واحد وهنا اتنين قص تلاتة يبقى اخد اتنين قص تلاتة طب هنا تلاتة وهنا اصلا مفيش تلاتة مفيش تلاتة يعني المفروض ان هي تلاتة قص صفر يعني التلاتة مش موجودة تلاتة قص صفل ناخد ال اكبر قص اللي هو تلاتة قصة واحد يبقى ضرب تلاتة قصة واحد طبعا اتنين قصة تلاتة بتمانية وتلاتة قصة واحد بتلاتة تمانية في تلاتة با everybody معك اكثر من طريقة اختار الطريقة اللي تعجبك وحل بيها تعالي نشوف بقى السؤال اللي بعده اوجد العامل المشترك الاجبر ممكن بنفس الاسلوب العامل المشترك الاكبر نحلى للاتناشر هنسم على الاتنين فيها الستة وعلى الاتنين فيها التلاتة وتلاتة على التلاتة فيها الواحد وبرضو الخمستاشر نحللها على التلاتة فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد هتلاحظ ان الشيء المشترك هنا هو التلاتة فقط بس يبقى العامل المشترك اللي هو عين ميم كاف العامل المشترك الاكبر هيكون هو التلاتة طب هنا العشرين والتلاتين هنحلل للعشرين العشرين على الاتنين فيها العشرة على الاتنين فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد طب والتلاتين التلاتين على التلاتة فيها العشرة والعشرة على الاتنين فيها الخمسة وعلى الخمسة فيها الواحد هنلاقي ان المشترك هنا على الاتنين والخمسة يبقى اذا العامل المشترك الاكبر هيكون الاتنين ضرب الخمسة يديني كم يديني عشرة يبقى العامل المشترك الاكبر هو العشرة بكل بساطة اوجد مساحة ومحيط الاشكال التالية الشكل الاول معايا هنا مسلس طيب عايزين نجيب محيط المسلس محيط المسلس هي مجموعة أطوال أضلعه يعني نجمع 10 زائد 8 زائد 6 10 و 8 18 و 6 24 يبقى 24 سنتيميل طب مساحة المسلس مساحة المسلس قانونها نص القعدة في الارتفاع ده القانون نص طول القعدة في الارتفاع يعني نص ضرب القعدة هنا 8 في الارتفاع هنا 6 طبعا 8 في 6 ب 48 ونص 48 24 سنتيميل مربع لأنه ده مساحة لازم أكتبها بوحدة السنتيميل المربع الشكل الثاني معايا هو المستطيل لو أنا عايز أجيب محيط المستطيل في قانون بيقول الطول زائد العرض الكل أضربهم في اتنين يعني اتنين ضرب الطول اللي هو اتناشر زائد العرض اللي هو سبعة يبقى اتنين ضرب اتناشر زائد سبعة تسعتاشر يبقى اتنين في تسعتاشر بتمانية وتلاتين سنتيميل أما المساحة بتساوي الطول ضرب العرض يعني أضرب اتناشر ضرب سبعة باربعة وتمانين سنتيميل مربع يبقى بمجرد ان انت تعرف القانون تقدر تحل أي سؤال بكل بساطة اكتب كل عدد من هذه الاعداد في صورة ضرب اعداد أولية الى عشرين لازم نحللها الاول يبقى عشرين على الاثنين فيها العشرة وعلى الاثنين فيها الخمسة وعلى الخمسة فيها الواحد يبقى هي عبارة عن الاثنين متكررة مرتين يبقى اتنين قس اتنين ضرب خمسة طيب الخمسين بنفس الاسلوب خمسين على الاثنين فيها الخمسة وعشرين على الخمسة فيها الخمسة على الخمسة فيها الواحد يبقى هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خمسة مرتين ضرب اتنين طب الستة وتلاتين على الاتنين فيها التمنتاشر وتمنتاشر على الاتنين فيها التسعة وتسعة على التلاتة فيها التلاتة وتلاتة على التلاتة فيها الواحد يبقى الاتنين اتكررت مرتين وكمان التلاتة اتكررت مرتين يبقى انا كده كتبت العدد في صورة ضربة عداد اولية اكمل ما يلي ستة سنتيمتر مربع بتساوي كم ملي متر مربع قبل ما تحل اي تحويلات خاصة بالوحدات على طول ارسم الشكل ده متر متر سنتيمتر ملي متر واكتب لي هنا الف ومية وعشرة لان الكيلو متر الف متر والمتر مائة سنتيمتر والسنتيمتر عشرة ملي متر. وبعدين لازم تعرف انه من الكبير للصغير ضرب. ولو انا بحول من الصغير الى الكبير قسمة. تعالوا بانحل كده مع بعض ونشوف انحل ازاي هنا عايز يحول من الصمت متر الى الملي متر اه ده من الكبير الى الصغير يبقى ايه يبقى ضرب يبقى الستة هنضربها طب اضربها في ايه من الصمت متر الى الملي متر عشرة يبقى انا هضربها في عشرة ولكن دي هنا في تربية وحدة مساحة يبقى لازم حط هنا تربية يبقى ستة في عشرة اوز اتنين طبعا العشرة اوز اتنين يعني كم يعني مية يبقى ستة في مية بستة مية طب تعال نشوف دي كده تلاتة متر تربية عايزين نحولها الى سنتيمتر تربية المتر الى السنتيمتر من الكبير الى الصغير يبقى ضرب يبقى ثلاثة هنضربها والمتر الى السنتيمتر الوحدة هنا او الرقم هنا مية يبقى نهكتب هنا ايه مية بس دي وحدة مساحة يبقى لازم حط التربية يبقى ثلاثة في مية تربية طبعا المية تربية بعشر تلاف يبقى نهضرب ثلاثة في عشر تلاف لان هنا طبعا هيبقى السفرين متكررين مرتين على عشر تلاف تطلع الإجابة تلاتين ألف سنتيمتر مربع هنا من المليمتر مربع إلى السنتيمتر مربع طبعا من المليمتر إلى السنتيمتر يعني من الصغير إلى الكبير يبقى قسمة يبقى التسعمية دي هقسمها طب يا طرق أقسمها على كام المليمتر إلى السنتيمتر فيه هنا عشرة يبقى أقسمها على عشرة ولكن هنا فيه تربيع يعني عشرة تربيع العشرة تربيع يعني كام يعني مية لأن عشرة في عشرة بمية يبقى 900 أقسمها على 100 تطلع الإجابة 9 يبقى 9 سنتيمتر مربع هنا من السنتيمتر مربع إلى المتر مربع برضو العملية دي هتكون قسمة لأن أنا بحول من الصغير إلى الكبير طب قسمة كام قسمة 100 لأن المتر 100 سنتي ولكن هنا في تربية يبقى لازم حط تربية يبقى 20 ألف أقسمها على 100 تربية 100 تربية يعني 1 قدامه 4 أصفار لأن طبعا الصفرين هيتكرروا مرتين الأربع أصفار دول هيروح مع الأربع أصفار دول يبقى الإجابة 2 على 1 ب2 متر مربع يبقى الإجابة هنا 2 أوجد قيمة كل من العبارات الجبرية التالية سين زائد 3 عندما سين بتمانية يعني إيه سين بتمانية؟ يعني نشيل السين دي ونحط 8 يبقى 8 زائد 3 بكم 8 زائد 3 بـ 11 طب هنا بيقول عين زائد 3 صاد عندما عين بتلاتة يبقى العين دي هنشيلها ونكتب مكانها 3 زائد 3 صاد يعني إيه 3 صاد؟ يعني 3 ضرب صاد طب الصاد بكم؟ الصاد بأربع يبقى 3 ضرب أربع طبعا هنا في جامعة وفي ضرب يبقى لازم نضرب الأول يبقى 3 زائد 3 في 4 بكم؟ بـ 12 بعدين نجمع 3 زائد 12 بكم؟ بـ 15 وده اسمه اسلوب التعويض إن أنا بشيل الحرف وأكتب مكانه وقيمته اللي هو أعطهاني في السؤال هنا بيقول لي اكتب العامل المشترك الأكبر للعددين 84 وتسعين في صورة ضرب أعداد أولية أولا لو أنت لحظت هو حلل للأربعة وثمانين هنا وحللل أيضا التسعين تعالوا نكتبهم تحت بعض كده عشان نفهم الأربعة وثمانين هي 2 أس 2 ضرب 3 ضرب 7 والتسعين هي 2 ضرب 3 أس 2 ضرب 5 حشان أجيب العامل المشترك adversity لازم أجيب الحاجات المشتركة بأصغر يعني مسلا هنا 2 أس 2 وهنا 2 أس 1 يبقى ناخد الـ 2 أس 1 وهنا 3 أس 1 وهنا 3 أس 2 يبقى ناخد 31 أس 1 وهنا السبع ليس متكررة ما أخذهاش وهنا الخمسة ليس متكررة لان انا باخد العامل المشترك يعني يكون موجود في المكان وموجود في المكان السبع طبعا موجودة في المكان والخمسة موجودة تحت بس فما ينفعش أخذهم يبقى هو ده العامل المشترك في صورة ضرب أعداد أولية طب قال لي اكتب بقى المضاعف المشترك المضاعف المشترك يبقى المرة دي هاخد أكبر قص مش أصغر قص لا هاخد أكبر قص يعني مثلا هنا 2 قص 1 وهنا 2 قص 2 يبقى أخد 2 قص 2 هنا 3 قص 1 وهنا 3 قص 2 يبقى برضو أخد 3 قص 2 طب هنا 7 وهنا مفيش أخدها لأن حتى لو كانت مش متكررة أخدها وهنا الخامسة وهنا ما فيش برضو اخدها يبقى هو ده حاصل ضرب العوامل الاولية للمضاعف المشترك الاصغر ترتيب العملات الحسابية شيء مهم جدا ولازم تعرفوا ان انا ببدأ الاول بالاقواس والاسس والجزور دي الخطوة رقم واحد بعدين خطوة رقم اتنين الضرب والقسمة بعدين خطوة رقم تلاتة الجمع والطرح فيعندي مثلا هنا ايه الاقواس والاسس والجزور مش موجودة بس عندي هنا في ضربة يبقى لازم اضرب الاول يبقى عشرين ناقص تلاتة في خمسة بكم بخمستاشر بعدين عشرين ناقص خمستاشر بخمسة طب هنا في قسمة هوا يبقى لازم ابدأ بالقسمة يبقى تسعة زائد تمنتاشر قسمة ستة كام تلاتة يبقى تسعة زائد تلاتة باتناشر هنا في اقواص وفي اسس لازم اعمل الاقواص الاول واعمل الاسس الاول طبعا ستة اقواص اتنين بكم يعني ستة في ستة ستة اقواص اتنين يعني ستة تكرر مرتين يعني ستة بستة بستة وتلاتين قسمة هنا طبعا حداشر نقص اتنين بكام بتسعة وبعد نقسم ستة وتلاتين قسمة تسعة فيها الاربع التزم بهذا الترتيب عشان تقدر تحل اي مسألة بشكل صحيح حول الكسور التالية الى كسور عشرية ونسب مئوية اول حاجة بص على المقام المقام هنا كام المقام هنا خمسة وعشرين والخمسة وعشرين عشان نحولها الى كسر مئوي لازم اضربها في اربع يعني اضرب هنا في اربع اضرب هنا في اربع اربعة في تسعة بستة وتلاتين واربعة في خمسة وعشرين بمية يبقى الاجابة هنا ستة وتلاتين من مية يبقى كده حولتها الكسر عشري او ستة وتلاتين في المية يبقى كده حولتها الى نسبة مئوية طب الى عشرين الى عشرين اضربها في خمسة لان خمسة في عشرين بمية وزي ما ضربت المقام لازم اضرب البسط سبعة في خمسة بخمسة وتلاتين وعشرين في خمسة بمية يبقى اما خمسة وتلاتين من مية في صورة كسر عشري يا اما خمسة وثلاثين في المية بصورة نسبة مئوية الارقام اللي لازم تكون عارفها ان العشرة لما اضروبها في عشرة مثلها تعطيني مية وان الاتنين لما اضروبها في خمسين تعطيني مية وان الخمسة لما اضروبها في عشرين بتعطيني مية وان الاربع لما اضروبها في خمسة وعشرين بتعطيني مية والمية خمسة وعشرين لما اضروبها في تمانية بتعطيني الف الارقام دي خلي بالكم منها لانها بتتكرر كتير في الاختبارات. ذهبت سلمة للسوق وكان مع عشرين ريال اشترت حذاء بمبلغ خمسة ريال ومتين بيسا وعباءة بمبلغ اربع ريال وثمانمائة بيسا. كم يتبقى مع سلمة? الاول لازم نحسب قيمة المشتريات. هي اشترت ايه? لازم نعرف هي اشترت ايه بالزبط. اشترت حذاء بمبلغ خمسة ريال ومتين. زائد اشترت عباءة باربع ريال وثمانمائة. طبعا لازم نجمع دول. ممكن نحطهم تحت بعد كده ونجمعهم. سفر زائد سفر بسفر. وسفر زائد سفر بسفر. واثنين وثمانية عشرة سفر. ومعانا. الواحد واحد وخمسة ستة واربعة عشرة. يعني عشرة ريال. لان هنا مفيش بيسات. عشرة ريال صحيحة. يبقى هي قيمة المشتريات عشرة ريال. وهي كان معها كام? عشرين. فلما تدور على الباقي. الباقي لازم يكون بالطرح. يعني الاشرين ريال هننقص منه عشرة ريال. يبقى الباقي كام? يبقى الباقي عشرة ريال. موضوع بسيط جدا. اوجد ناتج ما هي ليه? تلاتة من عشرة في اتنين. هنا الموضوع سهل قوي. اضرب وبعدين نحط العلامة. يعني اتنين في تلاتة بكام بستة. وحط العلامة بعض رقم. يبقى ستة من عشرة. هنا برضو نفس الفكرة هنضرب ونحط العلامة. يعني مسلا سبعة في ستة باتنين واربعين. اتنين ومعنا الاربعة. سبعة في تلاتة بواحد وعشرين واربعة خمسة وعشرين. العلامة بعض رقم يبقى نحط العلامة هنا بعض رقم. يبقى اللي جابة خمسة وعشرين فاصل اتنين. هنا دي قسمة. ممكن اقسم الاول وبعدين احط العلامة. يعني مسلا اتنين وسبعين اقسمها على التلاتة. تعال نقسمها كده. اتنين وسبعين على التلاتة. السبعة فيها كم تلاتة? فيها اتنين. لان اتنين في تلاتة بستة. طب ويتبقى كام سبع نقص ستة واحد. تعال بقى ننزل الاتنين دي هنا. تبقى اتناشر. اللي اتناشر فيها كام تلاتة فيها اربعة. لان اربعة في تلاتة باتناشر. ومايتبقاش حاجة. يبقى ازا الايجابة اربعة وعشرين. وبعدين نفكر نحط العلامة. العلامة هنا بعد رقم. يبقى نحط العلامة هنا بعد رقم. يدفع كمال سبع ريال واربعمائة وخمسين بيسا مقابل خمس اكياس اللي هو سبع ريال واربعمائة وخمسين على عدد الاكياس اللي هم خمس اكياس. تعالوا نقسم كده. الشي اللي العلامة خالص يبقى سبع تلاف واربعمائة وخمسين. هنقسمها على الخمسة. السبع فيها كم خمسة فيها خمسة واحدة بس. واحد في خمسة بي خمسة. ونطرح سبع نقص خمسة اتنين. والاربعة تنزل. الاربعة وعشرين فيها كم خمسة. فيها طبعا اربعة. اربعة في خمسة بكام بعشرين. ونطرح اربعة نقص صفر اربعة واتنين نقص اتنين صفر. وبعدين الخمسة تنزل. خمسة واربعين قسمة خمسة فيها كام فيها التسعة. وتسعة في خمسة بخمسة واربعين. يعني مش هيتبقى حاجة معي. خمسة نقص خمسة صفر. واربع نقص اربعة صفر. والصفر ده ينزل. يعني الاجابة النائية هتكون واحد اربعة تسعة صفر. ولكن العلامة هنا بعد تلت ارقام. يبقى لازم اضع العلامة بعد تلت ارقام. يعني العلامة بتكون هنا. يعني ريال واربعمية وتسعين بيه سائل كيس الواحد. بنفس الطريقة هنا عملية قسمة تعالوا نقسم بدون العلامة اربعمية خمسة وعشرين قسم التلاتة. الاربعة فيها كم تلاتة فيها واحدة بس. واحد ضرب تلاتة بتلاتة. نطرح اربعة نقص تلاتة واحد وننزل الاتنين. اللي اتناشر فيها كم تلاتة فيها اربعة. اربعة في تلاتة باتناشر وما يتبقاش حاجة بعدين نزل الخمسة خمسة فيها كم تلاتة فيها واحد طب واحد في تلاتة بتلاتة ويتبقى كام ويتبقى اتنين هل الاتنين ينفع اسيمة على التلاتة طبعا لا ما ينفعش اسيمة على التلاتة لان هي اصغر من التلاتة فبالتالي ممكن ازود هنا صفر واقول اشرين على التلاتة عشرين على التلاتة فيها الكام فيها الستة تلاتة في ستة بتمنتاشر وبعد النقط راح يتبقى اتنين ونحط عشرين عشرين على تلاتة فيها الستة هنلاقي ان العدد بدأ يتكرر لان ستة في تلاتة في تمنتاشر وبرضو هنطرح يديني اتنين وهكذا يعني هيفضل الناتج يكون ستة 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 فطبعا ده اسمه عدد دوري اللي بيكرر نفسه يبقى الاجابة هتكون ايه يبقى الاجابة هتكون واحد فاصل اربعة واحد والستة دي هنحط على دايرة كده يعني عدد دوري بيكرر نفسه بس هو هنا بيقول لي ايه بيقول لي بحيش يكون الناتج مكولا من منزل عشرية واحدة يعني انا محتاج اول منزل عشرية فقط يعني تكون الاجابة واحد فاصل اربعة لان الواحد هنا فقير والفقير ده ما يعطي للاربعة واحد ان انا كده اتقربت الاقرب منزل عشرية يبقى الاجابة واحد فاصل اربعة تعالوا نجرب الموضوع هنا ستة فاصل ستاشر عايزين نقصوهم على الخمسة الستة فيها كم خمسة فيها واحد واحد في خمسة بي خمسة نطرح ستة نقص خمسة واحد والعلامة تنزل والنزل الواحد الحداشر فيها كم خمسة الحداشر فيها خمستين طبعا نحط علامة هنا يبقى اتنين اتنين في خمسة بكم بعشرة لو طرحنا هيبقى هنا واحد النزل الستة الستاشر فيها كم خمسة فيها تلاتة تلاتة في خمسة بخمستاشر ويتبقى كم ويتبقى واحد وهكذا نحط هنا صف عشرة قسمة خمسة فيها الاتنين يعني اللي جابها تكون واحد فاصل متين اتنين وثلاثين من الف طبعا اقرب علامة عشرية واحدة يتكون اللي جابه 1.2 لان طبعا الثلاثة فقيرة ما تعطي واحد 33 في واحد من عشرة اعرفوا دايما ان الثلاثة وثلاثين لما اضربها في واحد من عشرة معناها ان انا بقسمها على عشرة ومعنى ان انا بقسمها على عشرة يعني بضع العلامة بعد رقم يبقى تكون 3.3 طب 77 بضربها في واحد من مية ده معناها ان انا بقسمها على مية يعني العلامة بعد رقمين يعني 77 من 100 هنا بقسم على 1 من 10 ده معناه ان انا بضربها في 10 ولما اضرب 10 العلامة تتحرك الى اليمين يعني تكون الاجابة 56 هنا برضو بقسم على 1 من 100 ده معناه ان انا بضربها في 100 500 ب500 دي الطريقة السريعة اللي تحلي بيها المسائل اللي من النوع ده حدد نوع الزاوية حادة منفرجة منعكسة المتين وعشرة اكبر من 180 يبقى منعكسة لان اي زاوية اكبر من 180 منعكسة ال 31 اقل من التسعين يعني حادة لان الحادة بتكون اكبر من الصفر واقل من 90 اما المنفرجة بتكون اكبر من 90 واقل من 180 زي مثلا ال 103 ال 103 دي اكبر من 90 واقل من 180 يبقى نسميها منفرجة ال 120 طبعا منفرجة ايضا لان اكبر من 90 واقل من 180 التلتمية واحد اكبر من المئة وتمانين يبقى ايه؟ يبقى منعكسة انتبه لنوع الزاوية فيما يلي قياس زاويتين في مسلس احسب قياس الزاوية الثالثة كلنا عارفين ان زاوية المسلس مئة وتمانين درجة فبالتالي لازم اجمع الزاويتين دول واطرحهم من مئة وتمانين يعني هنقول ناقص اتنين واربعين زائد تمانية وسبعين اتنين وتمانية عشر سفر ومعانا الواحد واحد واربع خمسة وسبعة اتناشر يعني مئة وعشرين لما نطرح مئة وتمانين نقص مئة وعشرين تديني ستين يبقى الزاوية النقصة هي ستين درجة هنا نفس الموضوع ده خط مستقيم والخط المستقيم معروف مئة وتمانين درجة يبقى تجمع اتنين وستين زائد سبعتاشر طبع اتنين وسبعة تسعة وستة وواحد سبعة يبقى تسعة وسبعين التسعة وسبعين دي نطرحها من المئة وتمانين سفر ناقص تسعة ماين فهنستلف دي تكون سبعة دي تكون عشرة عشر ناقص تسعة واحد وسبعة ناقص سبعة سفر والوعد ينزل يعني الزاوية بقى دي هتكون مية وواحد درجة هنا دي زوايا متجمعة حول نقطة والزوايا المتجمعة حول نقطة قياسها تلتمية وستين درجة طبعا عندي الزاوية دي زاوية قائمة لاني معمول عليها مربع هنا يبقى زاوية تسعين درجة يبقى احنا هنجمع تسعين زائد ستة وخمسين زائد مية تلاتة وخمسين هنجمع تلاتة زواية دول طبعا سفر وستة هي ستة ستة وتلاتة تسعة تسعة وخمسة هنا اربعتاشر اربعتاشر وخمسة تسعتاشر تسعة ومعان الواحد واحد واحد اتنين يعني ميتين تسعة وتسعين بعدين نقصها من تلتمية وستين نقص ميتين تسعة وتسعين طبعا سفر نقص تسعة ماين نستلف يبقى دي خمسة ودي عشرة ودي تكون خمستاشر خمستاشر نقص تسعة ستة واتنين نقص اتنين صفر يعني الزاوية دي هتكون واحد وستين درجة هنا عندنا قاعدة بتقول ان اي زاوية خارجة عن المسلس بتساوي مجموعة الزاويتين الداخلاتين مع عدل مجاورة لها يعني بتساوي اربعين زائد سبعة وخمسين يعني الاجابة تطلع سبعة وتسعين وخلصنا بطريقة سهلة جدا يعني بجمع الزاويتين دول على طول هنا برضو دي زاوية خارجة بتساوي مجموعة الزاويتين دول يبقى المفروض ان باق زائد تمانية وتلاتين اللي اما زاويتين دول بتساوي الزاوية الخارجة اللي هي سبعة وخمسين طبعا هنأمل العملية العكسية يعني هنطرح بدل ما نجمع يبقى الباق بتساوي سبعة وخمسين ودي بالموجة بتروح الطرف التاني بالسالب يبقى سالب تمانية وتلاتين سبعة نقص تمانية ما ينفع نستلف دي تكون اربعة ودي تكون سبعتاشر. سبعتاشر ناقص تمانية هتكون تسعة. واربع ناقص تلاتة هتكون واحد. يبقى اللي جابت تسعتاشر درجة. ولو جمعتنا تسعتاشر وتمانية وتلاتين هتديني في الاخر سبعة وخمسين. برضو هنا دي زوايا متجمعة حول نقطة. ولكن ايضا لو احنا لاحظنا ده خط مستقيم مية وتمانين درجة. وعندي زاويتين معروفين. الزاوية ستين والزاوية اربعة وعشرين. هنجمعهم طبعا ستين زائد اربعة وعشرين تديني اربعة وتمانين. بعدين نقصها من مية وتمانين عشان ده خط مستقيم. يبقى مية وتمانين نقصها من اربعة وتمانين. يبقى مية وتمانين نقص من اربعة وتمانين. طبعا سفر نقص اربعة ما ينفع. يبقى دي سبعة ودي عشرة. عشر نقص اربعة ستة. وسبعة نقص تمانية ما ينفع. يبقى دي سفر ودي سبعتاشر. سبعتاشر نقص تمانية تسعة. يبقى بالتقابل بالرأس. يبقى سين بتساوي ستين درجة. والسبب بالتقابل بالرأس. هنا عندي مسلس. والمسلس ده متطابق ضلعين. ده معناه ايه? معناه ان الضلع ده بيساوي الضلع ده وان الزاوية باق بتساوي الزاوية جيم في نفس القياس بيقول ان القياس زاوية الف اربعين يعني الزاوية اللي فوق دي اربعين درجة طب المثلث كله كام المثلث كله مية وتبينين درجة لما اطرح منه الاربعين درجة هيتبقى لمية واربعين درجة المية واربعين درجة دي بتاع الزاويتين دول بتاع زاوية باق وزاوية جيم واصلا الزاويتين باق وجيم متساويين يبقى بالتالي المية واربعين دي هنقسمها بالتساوي عليهم يعني مية واربعين هنقسمها على الاتنين يبقى كل واحدة ياخد كم درجة كل واحدة ياخد سبعين درجة لان طبعا ده متطابق الضلعين هنا بقول لي اوجد قياس الزوايا الاتية مع ذكر السبب الزاوية دي اتنين وستين وزاوية بق ايضا اتنين وستين لماذا لان ده وضع يسمى وضع التنازل شوفوا نفس المكان بالظبط دي على اليمين اعلى الخط ودي ايضا على اليمين اعلى الخط يبقى اذا قياس زاوية بق بتساوي اتنين وستين درجة والسبب بالتناظر لان طبعا عندي خطين متوازين هنا طب وايضا دي خلاص اتنين وستين يبقى دال برضو اتنين وستين تب ازاي بوضعين الوضع الاول هو التقابل بالرأس لان دال تقابل بق بالتقابل بالرأس هنا يعني بتسويها او بالتبادل لان دال بتتبادل مع الاتنين وستين اللي فوق دي فاكتبها كما تحب يعني ممكن تقول ان قياس زاوية دال بتساوي اتنين وستين درجة ايضا بالتبادل طيب انا عايز اجيب الاف اجيبها ازاي والله ده خط مستقيم مية وتمين درجة يبقى نطرح مية وتمانين ناقص الاتنين وستين درجة اللي هنا دي يبقى قياس زاوية الاف بتساوي مية وتمانين ناقص اتنين وستين طبعا سفر ناقص اتنين ما ينفع يبقى دي سبعة ودي عشرة عشر نقص اتنين تمانية وسبعة نقص ستة واحد والواحد ينزل يعني مية وتمنتاشر يبقى دي مية وتمنتاشر درجة وهنقول له زوايا على خط مستقيم طيب جبت الالف يبقى الجيم بتقابلها بالرأس يبقى قياس زاوية جيم بتساوي مية وتمنتاشر درجة بتقابل بالرأس كده قدرت أجيب كل الزوايا المجهولة بكل بساطة بيقول لي تريد سلمة وضع الكسرين التاليين على خط الاعداد عشان احط الكسرين دول على خط الاعداد لازم اشوف التقسيمات اللي موجودة هنا كم تقسيمة تعالوا نشوف كده اعد معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر عشر اقسام يبقى لازم المقام ده يكون عشرة بس لو انت لحظت المقام هنا خمسة طب لو ضربته في اتنين هيبقى عشرة اكيد صح اتنين في اربعة بتمانية واتنين في خمسة بعشرة يعني الاربعة على خمسة تكافئ تمانية على عشرة طب انا دلوقتي عايزة احطها على خط الاعداد يبقى نبدأ نهاتي التمن اقسام من عشرة يبقى نهاتي كلمة بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى القسم ده يبقى دي نقدر نقول عليها تمانية على عشرة اللي هي اصلا بكام باربعة على خمسة طب السبعة العشرة اللي قابليها على طول سبعة العشرة ودي مالهاش تبسيط بقول لي ساعد سلمة في وضع الكسرين على خط الاعداد وضعناهم ثم احدد اي الكسرين اكبر واضح جدا ان التمنية على عشرة اكبر من سبعة على عشرة وده معناه ان الاربعة على خمسة اكبر من سبعة على عشرة وده معناه ان انت ما ينفعش تقارن الا لما تكون المقامات موحدة عشان تقارن بشكل صحيح اوجد ناتج ما يلي ذهنيا نص من اتناشر ريال نص الاتناشر كام نص الاتناشر ستة ريال او تقسم اتناشر على الاتنين بكام بستة طب هنا ربع من عشرين نقسم العشرين على الاربع عشرين على الاربع فكام فيها الخمسة يبقى خمسة سنتيمتر هنا عايز اطرح ولازم عشان اطرح لازم اوحد مقامات طيب هنا المقام كام تسعة وهنا كام تلاتة هل التلاتة ينفع خلال تسعة نعم اضرب في تلاتة بسطا ومقاما يبقى تمانية على تسعة ناقص اتنين في تلاتة بستة وتلاتة في تلاتة بتسعة كده اصبحت المقامات موحدة المقام ينزل واطرح تمانية ناقص ستة يعطيني اثنين هنا برضو لازم اوحد مقامات فعشان كده لازم اضرب الاربعة دي في تلاتة عشان يكون تلاتة في اربعةastre وطبعا زي ما ضربت المقام لازم اضرب البسط حداشر على اتناشر زائد تلاتة في تلاتة بتسعة واربعة في تلاتة بانتاشر نجمع حداشر زائد تسعة عشرين على الاطناشر ممكن ابسط العشين فكام اتناشر العشين فكه اتناشر واحدة بس ويتبقى من العشرين كام يتبقى تمانية يبقى تمانية على اتناشر وممكن ابصت تمانية على اتناشر دي على الاربعة فيها الاتنين واتناشر على الاربعة فيها التلاتة يعني اتنين على تلاتة يبقى انها كده وضعتها في ابسط صورة بيقول لي يصل كل وصف بالعبارة الجبرية الصحيحة بيقول لي مثلا اضرب سين في اربعة يعني اضرب سين في اربعة يعني اربعة سين ثم اطرح منه اتنين يعني ناقص اتنين اربعة سين نقص اتنين فين اهي يبقى وصل الاولى مع الاخيرة اقسم سين على سبعة يبقى سين على سبعة واضف اليه تمانية يعني زائد تمانية فين هي سين على سبعة زائد تمانية الاولى اضرب سين في اتنين يبقى اتنين سين واطرح منه تسعة يبقى نقص تسعة فين هي اهيه يبقى الموضوع بسيط جدا بس نحول العبارات دي الى رموز ونحل على طول بولي تستخدم هاجر هذه الصيغة لاجاد الوقت الذي تستغرقه عندما تذهب من منزلها الى اي منزل من منازل صديقاتها وو تساوي ميم على سين الميم هي المسافة والسين هي السرعة كم من الوقت الذي تستغرقها هاجر الى منزل سمية الذي يبقى ستين كيلومتر ستين كيلومتر ده اللي هي الميم المسافة بسرعة عشرين العشرين دي اللي هي السين اللي هي السرعة فانا هأسم الواو بتساوي المسافة اللي هي ستين على السرعة اللي هي عشرين 60 على 20 فيها 3 يبقى اذا الوقت 3 ساعات منزل هالة الذي يبعد 140 كيلو متر المسافة 140 والسرعة 40 يبقى برضو الواو بتساوي المسافة اللي هي 140 على 40 الصفر يروح مع الصفر و14 على الاربعة 3 على 4 ب12 ويتبقى 2 على الاربعة بنص يعني 3 على النص ساعة وفكر في عدد اذا ضربته في 5 يعني 5 سين طالما العدد ده ضربته في 5 يبقى 5 سين ثم اضفت اليه 5 يعني زائد 5 يكون الناتج 20 كده اصبحت معادلة ونحلها الخمسة تروح الطرف الثاني بعكس الاشارة يعني 5 سين بتساوي 20 ناقص 5 يعني 5 سين بتساوي 15 وبعدين نقص من على 5 ونقص من على 5 يبقى في الحالة دي السين بتساوي 3 لان 15 قسمة 5 بتلاتة يشارك سالم في سباق السباحة مسافة 100 مت فقطع سالم 4 على 5 المسافة اوجد المسافة المتبقية نضرب دف ده يبقى 4 على 5 ضرب 100 طبعا المية ممكن نقصمها على الخمسة 100 على الخمسة فيها على 20 24 بـ 80 يعني هو قطع مسافة 80 متر يبقى المتبقي كام المتبقي بتساوي 100 متر ناقص 80 متر يبقى المتبقي 20 متر دي طريقة حل في طريقة اخرى نعم سالم قطع 4 على 5 من المسافة يبقى تبقى له كام الباقي طبعا 4 على 5 المقام زي ما هو 5 الباقي نطرع 5 ناقص 4 1 يبقى 1 على 5 ده الباقي يبقى نضرب 1 على 5 في 100 طبعا 100 قسمة 25 يبقى الإجابة 20 متر هتطلع نفس الإجابة فشوف الطريقة اللي تعجبك وحل بيها ده حل آخر قرب العدد 15.39 إلى أقرب منزلة عشرية واحدة منزلة عشرية واحدة يعني أول رقم بعد العلامة اللي هو الثلاثة ننظر إلى ما بعده اللي هو الثلاثة هل غنية ولا فقيرة طبعا غنية لأن الأرقام الغنية 9 8 7 6 5 دي الأرقام الغنية ده معنى أنه يعطي واحد آه يعطي واحد يبقى خمستاشر فاصل أربعة بدل ما تكون تلاتة تتحول إلى أربعة ولو كان رقم فقير ما يعطي اكتب النسبة المائوية في صورة كسر اعتيادي يبقى نقول خمسة واربعين على مية لأنه دي خمسة واربعين في المية وبعد أن نبسطها نقص منها على خمسة ونقص منها على خمسة خمسة واربعين على خمسة فقائل تسعة ومية على خمسة فقائل عشرين يبقى هي دي أبسط صورة للي منفعش أسمها مرة تانية اكتب كل كسر غير اعتيادي في صورة عدد كسري بسيطة التلاتة فيها كم اتنين التلاتة فيها واحدة بس يبقى نكتب طبعا المقام بينزل كما هو اللي اتنين فيها واحدة بس طبعا واحد في اتنين بكام باتنين وهنا دي تلاتة يبقى الباقي كام يبقى الباقي واحد هنا برضو المقام ينزل اتنين الحداشر فيها كام اتنين فيها خمسة خمسة في اتنين بكام بعشرة ودي احداشر يبقى البقي واحد هنا المقام ينزل الاربع التلاتاشر فيها كام اربع فيها تلاتة وتلاتة في اربع بكام باثناشر ودي تلاتاشر يبقى البقي واحد اكمل الفراغات لو انت لاحظت هنا سبعة سين زائد تلاتة سين بتساوي عشرة سين ده معنى انه جامع الاتنين دول عشان يطلع النتج اللي فيه ايهم يبقى انا هعمل زي وهجمع دول برضو هنا سبعة سين زائد واحد سين عشان هنا مفيش رقاب يديني كام تمانية سين وبعدين اجمع دول تمانية سين زائد عشر سين يديني تمنتاشر سين يبقى كده بنينة الهرم بشكل سليم يوجد في الفصل الف عشر طالب اربعتاشر منهم يحبون كرة القدم وفي الفصل اللي بقى خمسة عشر طالب خمستاشر منهم يحبون كرة القدم اوجد النسبة المعوية للطلاب الذين يحبون كرة القدم في كلا الفصلين في الفصل الاول اربعتاشر طالب من عشرين وعشان احولها للنسبة مئوية اضرب في 100 طبعا 100 قسمة 20 ب5 5 في 14 ب70 يبقى اذا للنسبة 70 في المية اما الفصل الثاني با هم 15 طالب بيحبون القرى من 25 طالب برضو هنضرب في كام في 100 عشان نحولها الى نسبة مئوية 100 قسمة 25 فيها الاربعة واربعة في 15 ب60 في المية دي الطريقة اللي انا احول بيها الى نسبة مئوية ان انا بقسم العدد على العدد الكل واضربه في 100 اي الفصلين طلاب يحبون كرة القدم اكثر طبعا واضح جدا ان الفصل الاول لان نسبته اكبر الفصل الاول نسبته اكبر 70% اي الفصلين يحتوي على النسبة المئوية الاكبر لعدد الطلاب الذين يحبون كرة القدم طبعا اللي فيه نسبة مئوية اكبر هو الفصل الاول الفصل الف بكده يبقى خلصنا المراجعة يارب يكون الفيديو لنعجبكم لو فيه اي تعليقات اكتبوها اسفل الفيديو واشتركوا في القناة عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة واشوفكم في الترمي التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته